من أنقرى عاصمة تركيا بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتطمينات لرجال الأعمال في دول العالم بأن قانون الاستثمار الجديد سيفتح الباب أمام المستثمرين بتشجيعهم وحمايتهم الرئيس تبون ومع عودته للجزائري عقد اجتماعا لمجلس الوزراء للفصل في مصير مشروع القانون الذي رفضه في مناسبتين القانون سيفتح أفق ويحمي كل المستثمرين أنا أعرف كنت في قطاع السكن وبعض قطاع السكن قطاع التجاري فيه تدمر بعض أشقة من بعض المعاملات المعاملات هذه ننسوها ويحرص القانون الجديد على إزاحة العقبات والعراقيل أمام المستثمرين بخلق شباك وحيد يختزل المسافة والزمن وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعود بالربح على الخزينة العمومية مع التأكيد على استقرار هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويرى الخبراء بأن الاقتصاد الوطني كخطوة أولى يجب أن يرتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاطرة التحول ندعم كل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا هذا رأيه موجود في برنامج سيد رئيس الجمهورية ألح عليه كثير أوصى به الكثير في الجهة المقابلة يؤكد مراقبون بأن الخلل لم يكن يوما في الترسانة التشريعية فالجزائر للطالما بادرت لتعديل أو تغيير القوانين تماشيا والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي مشكلتها الأكبر هي عدم استقرار المنظمة القانونية أكثر من أنه مشكل قانوني يجب تعديله العكس يجب تطبيق القوانين الموجودة وليس تعديل القوانين في كل مرة وأعاد رئيس الجمهورية النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار إلى الحكومة في مناسبتين مرفقة بورقة طريق وخطة عمل تضمن للنص الجديد تحقيق أهدافه بالمساهمة في إرساء اقتصاد حقيقي عبر توفير مناخ أعمال جذاب ومستقطب واستقرار تشريعي محصن وغير قابل للتعديل أو الإفتاء أو التأويل يأمل خبراء الاقتصاد أن يحقق قانون الاستثمار الجديد النقلة النوعية المنتظرة والمتوقعة في الاقتصاد الجزائري بخلق روافد ومنابع جديدة للعملة الصعبة تخلص البلاد من التبعية للمحروقات كريم قندولي قناة الغد الجزائر